هدوء حذر في تونس العاصمة غدا تبدء تطبيق حظر للتجوال ليلا أعقب احتجاجات وأعمال شغب واسعة أدت لنهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة وفيما استقبل الرئيس البهجي قائد السبسي عائلتي أمني قتل في المواجهات والشاب رضا اليحيوي الذي فجر موجة الاحتجاجات حذر رئيس الحكومة في اجتماع استثنائي من أن تونس في خطر عنا صعوبات وعنا صعوبات كبيرة ومن دورنا وحكومة هذه المهمة متاحة هو إيجاد الحلول الكافيلة لتعدي هالمحنة نتمر بها بلادنا مواقف القوى الفاعلة في الساحة التونسية تباينت إزاء الأزمة الحالية الاتحاد العام التونسي للشغل عادل عن مطالبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية وندد بما أسماها أعمال العنف والتخريب حتى وإن أكد تفهمه لمطالبي وتطلعات المحتجين السلميين العادلة في الحصول على العمل احنا دعونا الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها ويكون عندها رؤية واضحة ويكون عندها زادة مصارحة للمواطنين قادة لأتلاف الحاكم جددوا في نهاية اجتماع طارق في مقر حزب نداء تونس مساندتهم لحكومة لحبيب الصيد بيد أنهم حضوا الفريق الحكومية على تسريع نسق الإصلاحات وإقرار إجراءات عاجلة في مجال التشغيل مساندتها وتضامنها مع الحكومة ودعوتها للنظر في التعديلات الضرورية وإعادة ترتيب الأولويات لإقرار إجراءات عاجلة ذات مردودية مباشرة على التشغيل حزب المنصف المرزوقي والجبهة الشعبية وتيارات معارضة أخرى تريد مناقشة الأزمة في البرلمان وتحمل الحكومة مسؤولية الفشل في تحسين الوضع الاجتماعي هناك إنكار كامل لمسؤولية الحكومة فيما حدث وقادهم في هذا الاجتماع هاجس وحيد وهو الدفاع الحكومة ترقب يبقى سيد الموقف في تونس في انتظار حزمة الإجراءات والقرارات التي ستل خطبا رسمية استبقتها لطمأنة الرأي العام المحلي والدولي وتهديئة الشارع خلل الجدود العربية تونس